موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أسعاد الله مساءكم أينما كنتم إليكم عناوين النشر موسيقى وزارة الشؤون الاجتماعي وتضامن تطلق أنشطة لدعم الأسر البسيطة في البلاد نزوح 114 مليون شخص بسبب الحروب والعنوف حول العالم منذ بداية عام 2023 من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم تشهد جمهورية جيبوتي منذ أمس على غرار المناطق الداخلية وطول الأمطار غزيرة وذلك وفقا لتوقعات الوكالة الوطنية لأرصاد الجوية وامتلت الشرعين الرئيسية في مختلف الأحياف العاصمة بالمياه نتيجة لهذه الأمطار التي من المقرر أن تستمر حتى شهر ديسمبر المقبل بحسب ما أفادته الوكالة الوطنية لأرصاد الجوية كما تسببت الأمطار القوية بحدث فياضانات في الأودية على مستوى البلاد وأدت إلى خسائر مادية هامة من جهتها أطلقت مصلحة المياه والصرف الصحي عمليات تفريغ المياه الركضة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وعلى الرغم من حدة تلك الأمطار والعاصر المصاحبة لها إلا أنها لم تخلف أي خسائر بشرية والحمد لله وفقاً لتوقعات الوكالة الوطنية لأرصاد الجوية شهدت منطقة تاجورة أمطار قوية أدت إلى خسائر مادية هذا ونتيجة لهذه الأمطار تعرض المستشفى المعقد لبعض حادثين أثر على قدرة المؤسسة الصحية على تقديم الرعاية الصحية الكافية للمرضى حيث أن الأمطار القوية أدت إلى بعض السعوبات حيث غمرت المياه معدات النظام الكهربائي بالكامل في هذا المشفى المعقد ويمكن ذلك أن يشكل خطراً للأشخاص الذين يعملون في هذا الموقع الصحي وعقب ذلك قام حاكم منطقة تاجورة برفقة رئيس المجلسة الإقليمي بزيارة مخالف الفلسام التابعة لمستشفى المعقد عقب هطول الأمطار الغازيرة ويطلع الوالي عن قرب على الأضرار الناجم عن الأمطار الليلة التي شهدتها منطقة تاجورة حيلة يوم الأربعاء الماضي وفي هذا الإطار تم قطع الكهرباء في هذا المشفى المؤقت وذلك حفاظاً لسلامة الموظفين والمرضى في هذا المشفى وهذا عقب دوالي المنطقة في تاجورة اجتماعاً مع الوحدات العسكرية لبحث كيفية تقديم المساعدة الضرورية للمرضى والموظفين في هذا المشفى المؤقت نظم أمس في منطقة تاجورة اجتماعاً حول الأمن البحري وذلك لأول مرة في ميناء تاجورة وشاهد هذا الاجتماع الذي يعقد شهرياً مشاركة لمنطقة تاجورة سيد محمد حمد عباس ونائب رئيس المجلسة الأقليمية سيد عبدالقادة ومسؤولين من الميناء والسلطات المحلية وفي ختم الاجتماع قام المشاركون بزراعة الأشكار في إطار مشروع ميناء تاجورة الأخضر وترأس الاجتماع المدير عام لميناء تاجورة بحضور مسؤولين من مواني دي أم بي واس جت دي وشاهد هذا اللقاء مشاركة عناصر من الدركة الوطنية وشرطة الوطنية وفي ختم اللقاء قام المشاركون في هذا اللقاء بغرس الأشكار في منطقة تاجورة وذلك في إطار مشروع ميناء تاجورة الأخضر والجهود المبدولة لتعزيز أمن المواني هو الاستدامة البيئية من خلال مشروع ميناء تاجورة الأخضر وتساهم هذه المبادرة في تحسين الشامل للأمن وحماية البيئة في محافظة تاجورة نظمت الوكالة الوطنية لنظم المعلومات أمسم أتمر الرفيع المستوى في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بغي تسليط الضوء على دور الدكاء الدكاء الاصطناعي وأشارك في هذا الحدث خبراء وباحثين وصناع السياسات لمناقشة أثار أثار وفرص الدكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني وناقشت ورشة العمل عدة مواضحها ما تتعلق بالدكاء الاصطناعي بما في ذلك توحيد التقنيات الناشئة وتأثيرها على الأمن والحياة اليومية وتبادل المشاركون خلال هذا اللقاء الأفكار حول كيفية تطوير معايير الذكاء الاصطناعي لضمن التطور والاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا الثورية وقد أتح هذا المؤتمر فرصة لتبادل المواضح عدة بما في ذلك حماية البيانات الشخصية وشفافية ومسؤولية الدكاء الاصطناعي فضلا عن مواضح أخرى بما يتعلق بالدكاء الاصطناعي وفي كلمة له رحب المدير عام للوكال الوطنية لنظم المعلومات بجميع الحضور في هذا اللقاء الهام ويشاركوا معنا خوراء ذوليون وأيضا خوراء من هذا المجال ومبدعون وذلك لمناقشة المستقبل هذا الموضوع وأن العالم يتدور سريعا وأن الأب السبرياني هي في قلب تحول ونحن هنا لنتابد الخبرات والقدرات بقية مواجهة تحديات الحالية والمستقبلية في وقت الذي يعد الرغمنات مزرا للابتشار والنموء إنما أرض خسبة للخواضر وبصفتنا كأمة أنه من الواجب أن نحتفل معا بالأولويات وقد قامت بلادنا بإبرامة اتفاقية مالابو حول هذا القرادة وأن الأحداث التي حددناها هي طموحة وضرورية للأمن والرخال لأمتنا ونحن نسأل تعزيز القدرات القانونية في هذا المجال ومواجهة تحدياته والمشاركة في الجهود الإقليمية في طر مشروع ألعب لتتعلم اللعب من أجل التعلم الممول من قبل الواكال الأمريكية لتنمية دولية يوسيد والمنفذ من قبل شركة مكدونالد نظمت جمعية سنة الحياة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وتكوين المهاني صباح اليوم ورشة عمل لتبادل حول آدات مخصصة لتقييم التعليم للأطفال دوية لإحتياجات الخاصة وتحديدا الذين يعانون من اضطرابات في النمو العصبي وأشارك في هذه الورشة التي نعقدت في الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع العشرين في مركز التدريب والتعليم وفي مركز تدريب معلمية تعليم الأساسي حوالي عشرين مستشاراً تربوياً ومدراء المدارس مفتشيين في مجال التعليم والإدماج ودعم الأطفال دوية لعاقة خاصة الذين يعانون من اضطرابات في النمو العصبي وترأسة الورشلة من العامة لجمعية سنة الحياة سيدة السمرية أحمد برفقة المفاتشة العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين الميهاني وبحضور مسؤولين آخرين بما في ذلك رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيدة سعيدة دريس والمديرة العامة لمركز تدريب معلمية تعليم الأساسي وعلى نطاق الواسع فإن الأطفال دوية لإحتياجات الخاصة الذين يعانون من اضطرابات في النمو العصبي هم أطفال على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها هم نموذج ويتمتعون بقدرات ومهارات دراسية عالية جدا عقد اكتماع للتواصل وذلك في غرفة التجارة الجبوتية بين فريق المديرية العامة للضرائب وبرنامج المتحدة الإنمائية المسؤول عن تنفيذ مشروع تاكس 4SDG جبوتية الذي يهدف إلى تكييف الضرائب الجبوتية مع هدف التنمية والقطاع الخاص والمسؤولون الآخرين وترأى هذا الاجتماع النائب الممدد والنائب إذن غرفة التجارة والمثل المقيم لبرنامج المتحدة الإنمائية ومدير عامة الضرائب ويهدف مشروع تاكس لتعبية الموارد الداخلية للبلاد ومساحة الميزانية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي وتطوير الطاقة وأيضا تحسين الصحة والتعليم ومن خلال هذا المشروع سيتم اعتماد نهج شامل وعمل المترك مع الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين إلى الموضوع الآخر وفقا لسياسة مكافحة الفقر قامت وزارة الشمال الاجتماعية والتضامن هذا الأسبوع بإطلاق مبادرات توعية وتعزيز التمويل البنكي للأسر الضعيفة المقيمة في المناطق الداخلية للبلاد وتأتي هذه الانشطة في طار مشروع الذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الدولي والذي يهدف إلى دعم السكان البسطة من خلال النوافذ الاجتماعي والتدابير الاستراتيجية التي تعزز الادماغ الاقتصاد للأسر الضعيفة وتم تنظيم الجلسات توعوية في هذا الإطار في الشمال وقنوب البلاد بهدف إعلان وتشجيع السكان البسطة على تطوير انشطتهم لتعزيز ظروفهم المعيشية وذلك باستخدام خدمات التمويل الصغير المقدمة من الجمعيات التعاونية للدخار والتمن ومن خلال هذه المبادرة ستتلقى 2000 أسرة وستتلقى 2000 أسرة من دوية الدخل المحدود من بين مستفيدية تحويلات المالية مبالغ أكثر من 88 ألف فرنك الجبوتي من خلال هذه الجمعيات وهذا المبلغ مخصص لإنشاء انشطاتهم الاقتصادية الخاصة وتحسين ظروفهم المعيشية وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأهالي القاطنين في النواحي الريفية التابعة لكل منطقة وتعكس هذه الإقراءات التي تمت إذن تنفيذها في النواحي البعيدة إلى دعم الأسر البسيطة حتى تتمكن من تعزيز قدراتها المادية برعاية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نظمة المنظمة غير الحكومية بشراكة مع منظمة المتحدة للطفولة اليونسيف والوكالة الفرنسية للتنمية نظمة أمس اليوم العالمي للفتاة في منطقة علي صبيح هذا ونظمة مدرسة علي صبيح للغة والتكنولوجيا إذن حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار دعونا نستثمر في حقوق الفتيات قيادتنا رفاهيتنا وتم تقديم الأنشطة التي شملت قصايد رقصة تقليدية المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في علي صبيح بهذه المناسبة التي تحتفل بها هذا العام تحت شعار الاستثمار في حقوق الفتيات قيادتنا ورفاهيتنا وحضر الحفل العديد من الشخصيات بما فيهم نائب الوالي سيد وابا عسوي ونائب رئيس المجلسة الأقليمية سيد نوح سعد قلدون والنائب عبد خير بوح والنائب فلسن عبد الله ميقل ومفتش التربية الوطنية ومسؤولون آخرون وفي كلمة لها نوهت مسؤولة من ونظمة المتحدة للطفولة على أن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة له همية كبيرة للمساعدة في تعزيز حقوق جميع الأطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص النائب فلسن عبد الله ميقل في كلمة لها قالت يسرني كثيرا وأنني سعيدة للمشاركة اليوم في اليوم العالمي للفتاة مهما كانت مكانة الفتاة سواء ربت بيت أو رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها ولابد أن تدرس الفتاة وإن سيدة جيبوتية الأولى سيدة خدراء محمود حيد ما زالت تدافع عن قضية المرأة وهي دائما بجوارهن وتقدم ما يتطلب من الدعم وهي أيضا تدافع عن المرأة وعلى المرأة حين يكون لها بدورها دور كبير في البشاركة في التنمية الاجتماعية لبلادها وبدورها قالت السيدة ساياكة مسؤولة قطع التعليم في منظمة المتحدة للطفولة اليونسيف قالت إنه شرف لي نشارك معكم بمناسبة اليوم العالمي للفتاة التي قيمت في مدينة علي صبيح وموضوع هذا العام يتعلق بتربية القيادة ورفاهية الفتاة تتعكس هذه المناسبة أهمية أساسية بغية المساهمة في ترقية حقوق جميع الأطفال وخاصة الفتيات ويعد هذا موضوع أهم جدا بالنسبة لنا جميعا إلى الموضوع الدولي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بلغ حوالي 114 مليون شخص بحلول سبتمبر وذلك بسبب الحروب والاضطرابة والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول وذلك منذ بداية عام 2023 المزيد مع الزميل شاكر علي جاء ذلك في بيان لمفوضية بعد أن أصدرت تغريرا حول الاتجاهات الممتصف العام الذي يحلل النزوح القسري خلال أشهر الستة الأولى من هذا العام وفقا للتغارير كانت الحرب في أورترانيا وسراعات في كل من السودان وجنوب الكون الديمقرادية وميانمارك والأزمة الإنسانية في أفغانستان من الدوافع الرئيسية للنزوح القسري في النصف الأول من عام 2023 وأكد التغرير أنه بحلول نهاية يونيو كان هناك 110 ألايين الشخص من النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم بجادة 1.6 مليون عن نهاية عام 2022 وقد اندلع الصراع في شرق الأوسط في السابع أطوبر أي بعد فترة التي يغطي هذا التغرير وبتالي فهو لا يخذ بعين الاعتبار عواقبه من حيث النزوح وقال سيدة قرانيد أن العجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات وتفادي نشوب سراعات جديدة يؤدي إلى حدوث أوطاع من النزوح والبؤس وأكد أن المفوضية ستواصل العمل مع شركائها لتقدم من أجل إيجاد حلول للاجئين وأضاف قد تبدو أفاق السلام والحلول للاجئين وغيره من السلطان المهاجرين بعيدة المنال لكن لا يمكننا أن نستسلم ويأتي إطلاق التغرير في فضل التي تسبق إنعقاد المنتدى العالمي الثاني للاجئين وهو أكبر تجمع في العالم حول اللاجئين وغيرهم من النازحين قسرا والذي ينعقد في جينيف في ثالث عشر حتى إلى خامس عشر ديبسونبر إلى قطاع غزة حيث تجاوز عدد الشهداء سبعة آلاف نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على المدنيين في قطاع غزة أسابة قارة جوية إسرائيلية مبنى سكانيا في خانيونس بقرب من مخيم للنازحين في وقت مبكر من أمس الخميس مما أسفر عن مغتري شخص واحد على الأقل ويسابة عدد آخر وفقا لصحفي وكالة سوشيت بريس في مكان الحادث وهرعلت السيارات الإسعافة التي نقلت المصابين إلى مستشفى ناصر جنوب مدينة قزة وواصلت في رقوليقات في قزة البحث عن ناجين يوم الخميس بعد غارة جوية إسرائيلية متثفة على حي يرموت مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس يومها العشرين هذا الحرب هي أدسر الدموية بين الحروب للغزة الخمس لكل الجانبين وتقول وزارة الصحة في قزة إن أدسر من ثبع آلاف قتلوا في الحرب وهو الرقم يشمل أيضا عدد انفجار الذي أصاب مشفى في قزة هذا الرقم هو أدسر من ثلاث أضعاف عدد فلسطيني الذين قتلوا في الحرب في قزة والتي استمرت ستة أسابيع في عام 2014 وتشمل حصيلة الوزارة أدسر من 2700 قاسر وأدسر من 1500 إمرأة أزال مشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشر أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة